اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيدي صاحب السمو بهذه المناسبة يشرفني ان اعبر لسموكم عن اخلص ايات الشكر والامتنان على ثقتكم وتوجيهكم ودعمكم المستمر مؤكدا استمرار العمل بثبات وعزم لمواصلة الانجاز بالمستوى الذي يلبط طلعاتكم لمملكتنا الغالية ضمن ركب المسيرة التنموية الشاملة والتي ارسى دعائمها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه معاهدين سموكم مواصلة العطاء لرفعة الوطن على جميع الاصعدة اسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص